ولذلك هتبقى بقى اللعبة ان ابليس يحاول بقدر الامكان يعمل ايه يخلي الرباط ده مش موجود بس الرباط ده لا يمكن ابدا ما يكونش موجود مش ممكن ابليس وشركاء ابليس تعالوا نصطلح على مصطلح شركاء ابليس شركاء الشيطان شركاء الشيطان اللي اوصفهم ايه بيقتلوا من غير بدم بارد شركاء الشيطان اللي دايما عندهم انا خير منه اللي هو حاسس بالنقاء ده بالنقاء الجنسي فهو ما حدش يقدر يعمله حاجة واذا هو سفك دم حد فهو من حقه انه يعمل كده عشان هو انقى وهنا انا وقفت كتير ليه حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ما قالش لما جيه يتكلم عن مصر والمدينة خير الله ولكن قالت تخذوا منها جندا كسيفا يمكن ده علشان عندنا سينة اللي هي ارض التجلي وممكن وتستحقوا اكتر ليه طيب ده سينة الكلام عن التجلي اللي فيها في القرآن كثير لان الله سبحانه وتعالى تجلى على سينة وخصاه بحالة عجيبة اكيد سينة ما بتأثرش بالطيارات الورق ده ارض صلبة ما بتتأثرش باي حاجة ممكن تمر في هواها فان هواها مقدس منور بانوار الله سبحانه وتعالى وصلبتها من نور الله سبحانه وتعالى ومن الدماء الطهيرة اللي امتزجت بالنور ده كل محب حد ياخدها ما يقدرش يبدو انسينا دي اكبر من احلام ناس كتير اشتركوا في القناة